السلام عليكم ازايكم يا حباب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال النهاردة فيديو جديد فيديو جديد من نوعه انا متأكدة ان فيديو النهاردة ان شاء الله هيعجبك فيديو النهاردة كل حاجات كميلة كده من اللي قلبكو بيحبها وفي نفس الوقت السيدة اللي معينا سيدة راقية وهدية كده بكل تفاصيلها وبكل حاجتها فيديو النهاردة حبيت اقدموليك انت يا غالية بكل تفاصيله وكل هدوء كده وزوء الراقي بجد كميل فيديو من الاخر في كله افكار وفي حاجات حلوة جدا هتفدنا كلنا في قلب بتنا بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا متنسوش دعموكم ليا باللايك وكمان لو انت او مرة بتشوف القناة عندهم من خلال الفيديو ده يا سيدني وجودك معي غالية وتنوري عائلتي الكبيرة وتشترك في القناة وتفعلي زر جرس على الكل علشاني يوصلوكم كل جديد مني متنسوش بقى اللايك الجميل كده علشان نكمل فيديوهاتنا الحلوة وكمان كومنتك الجميل المحفز اللي بيحفزني بجد بشكركم من كل قلبي حبايب قلبي على كل حد بيدعمني على كل حد واقف فضاري ولكن يبلمس لها غالية ان شاء الله السيدة اللي معاينا النهاردة وسيدة كده بصوا يعني عندها كده التفوقات وعندها حاجات جديدة بأفكار حلوة بأفكار حلوة جدا جدا نقدر كلنا ان احنا نستفاد منها بصوا بحاجات بسيطة وكلها حاجات على قد القيل يعني حبيت كده بصوا ان الفيديو ده يكون طويل شوية بس هتخرجوا منه بمعلومات حلوة جدا جدا وكلها على قد قدينا اول حاجة زي ما انتم شايفين البوكسات الحلوة الخشبية دي تقدر انك انت تجيب البوكسات دي وتنظم فيها الفوض بتاعة المطبخ بتاعتك بكل سهولة كمان مش للمطبخ بس لا تقدر انك انت تجيب البوكسات دي وتنظمها كنوع منظم لأي حاجة مش شرط يكون للمطبخ بس كمان طيب لو انا ما قدرتش اجيب البوكسات دي فكرة تانية زي ما انتم شفتوا حاطت بوكس عادي اللي هو موجود في الاسواء ولكن بصوا هو بيبقى على حسب كل واحد تقدر انك انت تجيبه ولكن اهم حاجة ايه احنا بنتكلم على فكرة التنظيم والترتيب بس ده اللي احنا بنتكلم فيه هنيجي هنا بقى للمنظمات بتاعة البوكوليات بتاعتها وده عدس اللي هو عادي اللي هو بجبة اللي هو القس والدل وشعرية طبعا المنظمات دي موجودة كتير جدا في ايكيا المنظمات الازاز دي هي اصلا بتاعت ايكيا عشان ممكن فيه ناس كتيرة برضو بيقولولي احنا بنكون عايزين نجيب الحاجات دي بس مش عارفين نجيبها منين انتي بس تكمل الفيديو معايا وانا والله بقول على الحاجات دي ممكن تتلاقيها فين وانا دايما دايما بدور لكم على الاماكن اللي ممكن تتلاقوا فيها الحاجات دي فين علشان ما تتعبوش لاني ناس كتير او بتتفرج على الفيديوهات دي وحبنها جدا جدا ولكن بيكونوا عايزين يشتروا الحاجات دي يعني هم شافوها بس عايزين يطبقوها بقى ولكن انا بقول لكم والله اتفرجوا على الفيديوهات وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم لان بيكون فيها والله حاجات حلوة جدا شوف بقى عجبني كمان المنظم الحلو اللي في التقفيل ده حلو جدا فكرته تقدر اني كانت تجيبيه او تخلي بتاع التقفيل وانتي بتصميمي المطبخ بتاعك يعمله لك حتى لو انتي مثلا مش بتصميمي ممكن تستغني مثلا على المكان عندك في المطبخ ضرفة واحدة بس وتروحي اللي بتاع المطبخ تخليه ينظمه لك تنظيم حلو كده زي ما انتم شايفين وتعمليها دي تقريبا تكلفتها برضو هتبقى بسيطة مش هتبقى عالية ولا حاجة بس انتي لما بتيجي تجيبي الحاجة هتبقى الحاجة على الأد فعملني؟ مش شرط انك انتي ترفعي في الحاجات او هنيجي هنا للدوارة اللي هي بتاعت التوابل وهي كانت جايبها اتنين هنا دي الدوارة دي بتقول للحاجات اللي هي بتستخدمها الاستخدام اليومي حاجاتها يعني اللي بتستخدمها للاستخدام اليومي ولكن الحاجات اللي هي باقي التوابل وباقي الحاجة اللي هي مش بتستخدمها بتعينها في الدرج وده هتنظمه معيك ودلوقتي هتشوفه تنظمها بس احبيت الاول اجيبلكم الفكرة التانية بتاعتها اللي هي بتاعت ايه الحامل ده بتاع الاطباق وحلو قوي فكرته هعجبتني لو تشوفه ان هي ديقته او صغرته شوية سوري لا قبرته مش صغرته قبرته على قدم قاس الطبق اللي هي هتحطه وفكرته حلوة جدا لان هو بيحكم النطباق كده ما يقعش منها وفنفس الوقت شكله حلوة قوي فقلب الدرج وشايفين الشكل بجد الشكل بيفرق معيك جدا جدا هنيجي هنا بقى كمان للدرج اللي في الحلل بتاعتها او طقم الحلل شايفين بقى المنظم الحلو الجميل ده بصراحة انا شخصيا عجبني حسيته ان هو كيوت كده وفي نفس الوقت من نسبة للتنظيم حلوة جدا طيب المنظم ده برضه علشان فيه ناس ممكن تسأل عليه وتقول لي اجيبه منين المنظم ده هتتلاقيه على موقع امازون او على اكس بريس هيكون موجود عليه الحاجات دي كلها لاني سامقتركوا دي حاجات منظمات وحاجات بتنزل جديد ودايما دايما الافكار دي بتكون موجودة هناك في المواقع دي شايفين بقى فكرته عاملة ازاي انا عايزكوا تركزوا في الفكرة بتاعته شايفين قد ايه كمان لامي من الغطيان تقداري بقى هو حلوة ان انت بتقدار تتحكمي في المقاس بتاعك هنيجي هنا بقى بما ان هي بتعمل تنظيفها للمطبخ او ترتيبها للمطبخ زي ما انتو شفتو خلصت الادراك والكلام ده وراحت على التلاجة التلاجة كمان كانت جايبها لها المنظمات اللي هي الاكليريك دي وابتدت ان هي تنظم الخضار بتاعتها بالشكل اللي انتو شايفينه ده والميزة الاحلى ان هي لو تلاحظوا مش بتجيب خضار كتير او بتجيب حاجات كتير من نفس الخضار علشان ما يبصي يعني لو جيت شفتي هتلاقي المسلا خيار مثلا ممكن كيلو الكوسة ممكن تلاقيها نص كيلو البتنجان ممكن تلاقيه نص كيلو اللي هو فاهمين الاستخدام الاسبوعي مش بقى بالشهر فاهميني وعشان انتو عارفين ان الحاجات دي ممكن ان هي طبوز بسرعة فلا استخدامها فيها بيكون بالاسبوع وفي نفس الوقت بيكون استخدام بسيط زي ما انتو شايفين كده طبعا كلنا عارفين ان المنظمات الاكليريك دي نازلت رند بقالها فترة مش موجود الاكليريك ممكن تستخديم عادي اللي هي حاطتها في التلاجة اللي هي المنظمات البيضة العادية اللي موجودة في الاسواق كلها وتعرفي انك تجي بيها يعني بصوا هو هنا الفيديو بصوا كل نظيم وكل حاجات حلوة كده بجد هتشجعك لو انت عندك اي حاجة بصوا بقى عاجبني اوي فكرة اللمون والتوم والبصل دي منظم حلوة اوي 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 عاجبني بصراحة انا شخصيا لو لقيته في الاسواق هجيبه يعني شوف حاجة زي كده ممكن ان احنا ما تكونش تخطر على بالنا مثلا ان احنا نجيبها ولكن عاجبتني فكرتها اوي ما يكون عامل كفاء مثلا حطة بصلة اوي وفيها منظم بتاع بصل بتحطيها في التلاجة حطة المون حطة التوم فحلوة اوي هنا بقى شايفين النطبخ بعد ما خلص بصوا بتحسوا برواءان وبتحسوا بروحة نفسية كده وبتحسوا ان الدنيا قدامك حلوة والدنيا قدامك جميلة بصي بقى ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب بصوا يعني هو المفروض ان هي كانت يعني بتطبخ وكده فطبعا بصوا بتبقى فرحة كده لما تلاقي زوجك انت جاية تطبخي وتلاقي زوجك داخل عليك كده مرة واحدة فربنا هنيها ويسعدها يا رب اللهم امين يا رب ويهنيكوا انتوا كمان في بيوتكوا يا رب واللي ما اتجاوزت يا رب يتجاوز ان شاء الله واللي ربنا لسه ما رزقهوش باطفال ربنا يا رب يكرمه يرزقه يا رب اللهم امين ويسعدنا يا رب في كل حياتنا انا وانتوا يا رب امين يا رب العالمين يرزقنا كلنا كده بالراحة والستر والهداية وكل حاجة حلوة بنتمناها من ربنا ان شاء الله ربنا يكتبها لنا يا رب من عنده بصوا بقى هنا كانت بتنظف الرسبشان عندها بصوا هي سيدة بسيطة جدا جدا وكل حاجة عندها تحستها كده بصوا هدية كل حاجة كل حاجة كل حاجة هدية كل حاجة جميلة كل حاجة فيها الشياكة كده ويرونك كده للمكان بصراحة والله بصوا بقى هنجي هنا بعد مخلصة الريسيبشن هي عندها هنا التويلت بتاع مفروض ان هو التويلت العام يعني هتشوفوا الوقت التويلت بتاعها بتاع غرفة النوم بتاعتها وهنا بصوا ممكن مفيش حاجات كتيرة قوي في الفيديو باللون الدهبي ولكن هي دي الحاجة الوحيدة لزي ما انتم شايفين التويلت ده وبصراحة هجبني حسيتوا ان هو مش في حاجات بالدهب يعني هي عامل حاجات بسيطة جدا فيه ولكن زي ما قلت لكم ان هو الحمام بتاع الضيوف فمزبطها شوية من ناس بليه الريسيبشن عشان يكون ليه على الريسيبشن هتشوفوا دلوقتي كمان تنظيمها في غرفة نومها وهتشوفوا التويلت بتاع غرفة النوم بتاعتها هيكون عامل ازاي هنيجي هنا بقى للتنظيم بتاع غرفة النوم عندها زي ما انتم شايفين بصوا هي بتقول اليوم اللي هي بتغير فيه الميلية لازم كمان تغير الكوفر اللي هو بتاع المرتبة زي ما انتم شايفين كده وبعد كده بتحط الميلية عادي جدا زي ما احنا كلنا اه بنعمل في قلب بيوتنا يعني بس بعد كده بقى بتحط الغسيل علشان تغسله علشان خطر بس ان هي اي تكون اه يعني ما يكونش عندها كركاب تغسيل ويكون عندها حاجات كتيرة اه وبعد كده بترجع تاني تكمل بقية الاوضة بصوا هم عندها ما تستغربوش من السرير او من الكومود الكمود عندها حاجة بسيطة جدا سيمبل جدا جدا مفيش فيه شغل كتير ومفيش فيه اذوره ولا فيه ادراج ولا اي حاجة زي ما انتم شفتوا كده هنا بقى بتنظم التصريحة او السريحة بتاعتها هادية جدا يعني بقى لكم سيدا اللي معانا النهاردة هادية جدا بكل تفاصيلها يعني كل حاجة عندها هادية وكل حاجة مفيش فيها شغل كتير هنيجي هنا بقى ليه الدرج بتاع التصريحة او الاستراحة بتنظم فيه كده كل الاكسسيروس بتاعتها وعجبتني جدا 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 الفكرة اللي هي بتاعت كل السليسل بتاعتها والانصيلات والحلقان وبصوا بصوا من اخر كده التنظيم برضو حالو يعني شوفوا انا برجع برضو الف الف قول برضو التنظيم حالو فهميني كل حاجة لها الادوات بتاعتها وليها التنظيم بتاعتها بجد بترتاحي وحلوة هنا بقى كمان ايه انك انت لما مثلا عايزت تختاري خاتم تختاري حلق تختاري بتلاقي الفردة بتاعتم ما بتتعبيش مثلا سلسلة ما تتلاقيش مثلا دخلوا في بعض وتعقدوا كده ينبصوا ممكن هي دي اكتر حاجة شوفناها عندها النهاردة صح ولا غلط عشان ممكن حد يقول لي ايه ده ده عندها كتير مش عارف ايه لعا ما شاء الله الله مبارك ربنا يا ربي يبارك لا يا رب في كل حاجة ممكن ده اكتر حاجة ما شوفناها اللي هي الايه الاكسسورات والحاجات اللي هي بتهتم بيها لنفسها ودي حاجة كوية هنيجي هنا بقى بما ان هي بتنظم الطويلت برضو بتنظم الحاجة اللي في التقفيل بتاع الطويلت طبعا ديت العناية الشخصية بتاعتها او الكريمات والمرطبات بالعناية بالجسم وبكل حاجة من نسبة للعناية الشخصية بتاعتها وكمان آآ للبشرة وكل حاجة شايفين منظم ده حلو قوي بتاع الفرش وكمان البيبيليس والدبابيس وكل حاجة بتاعتها حلوة جدا ده كان شكله كده وده كان شكله بعد ما هي منظمته وده كان شكل الطويلت بعد ما خلصته يا ربي يكون الفيديو عجبكو ويكون السيدة اللي كانت معنا النهاردة تكون عجبتكو الافكار تكون عجبتكو كانت خفيفة كده لو وصلت الحدية هنا اكتبيلي تحت انك وصلت الحدية هنا متنسوش تحط اللايك للفيديو واشوفكو الفيديو الجاي واصلتكو فرعايات اللي وحفظه ومع السلامة